أنا اللي سائني مش الإجراءات الإجراءات موجودة موجودة في كل العالم هذا إشي عادي طبيعي أنا اللي سائني طريق التعامل الموظف مع هذا الإنسان المريض هذا أنا بكامل صحتي ووقف أمامه لك تخيلي يعقل أنه في مريض بيفوت بدي يعمل تخطيط قلب وبيقول له يلا يا حج نام وكشف عن صدرك وحج يا دوب ماشي يعني أنا لو ابنه مش موجود معه هذا كيف بده يطلع على هذا السرير بيتمدد وهو ماسك شي بضرب عيني أنا اللي جهزته هاي مش مهمتي هاي مهمة الممرضة بالمناسبة مهمة الممرضة أنا دخلت مستشفى بفرنسا لو أحكي شو اللي صار معي لو أحكي شو صار معي كيف تم التعامل معي لدرجة إنه بده يمشلح الممرضة بده تشلحني الكندرة فهجي بقولها لا لو سمحتي سيلفو بلين يعني بغضون قالت لي لو سمحت هذا شغلي ما تفكر إنه أنا يعني بحبيبتك وبدلل فيك وبدل شوية تانية أدلك لك رجليك بمية وملح هذا شغلي بضرب عيني على الشخص الفني اللي بده يعد يشتغل تعرفي شو بعمل بلعب ببجي يعقل هذا الكلام هذا ما كانش على فكرة خلينا أقول شغلي هذا لم يكن هذا لا من أخلاق الأردنيين هذا مش من أخلاق الأردنيين ولا من أخلاق الموظف العام نعم أنا هاي بدي أوقف عندها قلتها وأنا بستنى إني أقول لك هذه ليست أخلاق الأردنيين هاي مش أخلاقنا هاي مش أخلاقنا على فكرة بدي أحكي بس أتسف على المقاطعة الفكرة مش يصط إنه إحنا الأردنيين أو مش إحنا الأردنيين إنه يعني شعب الله المختار لا إحنا من بيئة البيئة اللي كونت الأردن مليئة بالأخلاق مليئة بالقيم والمثل العليا مليئة مليئة يبusement السصف مليئة يانع Bell